يقول مدير محافظة أسبي في شرق تقرايا السيد مزقبة قرماي أن بسبب الجفاف والمجاعة يفقد العديد من السكان حياتهم بما في ذلك الأطفال المغاطعات الاثنى عشر المتواجدة لدينا تسعة منها تواجه الجفاف الحاد مئة بالمئة ولذا هذا الجفاف يودي إلى موت الشعب وإلى نزوح وإلى الأمراض حتى الآن فقدنا أرواح مئة وإحدى عشر شخصا منهم عشرون طفل ويقول مزقبة أيضا أن الجفاف في المحافظة لا يؤدي بخسارة حياة السكان فقط بل وأيضا يؤدي بموت المواشي مضيفا أنه يضطر السكان إلى النزوح مع مواشيهم إلى مكان آخر لإيجاد الغذاء حتى الآن مات خمسمائة وسبعون من المواشي ولذا المزارعون ينزحون مع المواشي إلى مكان أفضل يجدون في الغذاء ويطالب مزقبة من جميع من يهمه الأمر بأن يعملوا لإنقاذ الشعب من خطر الموت لأن الجفاف يزداد سوءا يوما بعد يوم مسؤولية الحكومة بالغة الأهمية في إنغاذ حياة الشعب بالأخص الحكومة الفيدرالية في المقام الأول يجب أن ترى الأوضاع على أرض الواقع وتعلم جيدا عن ما يحدث وتساعد في إسرائي وقت بإرسال المساعدات والشيء الثاني هو المنظمات غير الحكومية عليهم أن يقوموا بدورهم في إنغاذ الشعب والمواشي من هذه الخطر ترجمة نانسي قنقر